اشتركوا في القناة دعونا نستذكر الدروس السابقة بمزايا المواقع العامة ومزايا المواقع الخاصة ومن ثم ننتقل بإذن الله إلى وسائل التواصل الاجتماعي بدأنا في المواقع الخاصة وتحدثنا أن صاحب المشروع سيستأجر مساحة من خوادم معينة ومن نطاقات معينة يبدأ فيها توظيف أساليب التجارة الإلكترونية في عمليات البيع والتسويق وأيضا تطوير المنتجات التي يقدمها تحدثنا أن من مزاياها سرعة الانتشار والإنجاز سهولة الوصول للعمل وانخفاض التكلفة والقدرة العالية على الابتكار بحكم لديه الإمكانات في عرض صور وفيديوهات والعديد من الأمور عن منتجاته أيضا كبر حجم مساحة السوق كما تحدثنا أن في الانترنت السوق ليس مقصورا على مساحة معينة أيضا تنوع السلع والخدمات بإمكانها عرض جميع السلع والخدمات وتحدثنا عن مطلباتها أنها حجز اسم نطاق خاص بك ومن خلال الاشتراكات من خلال مواقع معينة محددة تسمح لك باستئجار هذه المساحات أيضا تحدثنا أنه يجب على صح مشروع أن يكون ملما في أمور البرمجة وتصميم المواقع وأيضا أن يعد الموقع حسب التصميم أن يكون التصميم مناسب حسب نوع الخدمة أو نوع المشروع وأيضا مراعاة سرعة التحميل بمعنى أن هناك متصلون ستكون لديهم الشبكة منخفضة وأيضا أن تعدد أنواع الأجهزة ومزاياها لذلك يجب أن يكون الموقع يسمح بدخول تلك الأجهزة وأن يكون التحميل فيه سريع ولذلك لعدم خسران العملاء الجدد أيضا يجب عليك أن تسجل هذا الموقع بملكيتك لكي لا يتم إغلاقه تحدثنا في الدرس السابق أيضا عن بادر حاضنة بادر وأن تدعم المشاريع الصغيرة في مجالات التقنية تحدثنا أيضا عن المواقع العامة وأنها تمثل دور الوسيط وشبهنا بأنها كأحد معارض التجارية الكبيرة المولاة الكبيرة وداخل هذه المواقع لدينا مساحات كثيرة تعجرها إلى مشاريع أخرى بحيث يكون لكل مشروع قسم خاص ويعتبر متجر خاص به هذه المواقع لها مزايا أولا إمكانية تخفيض التكاليف وإمكانية تطلاق شبكة داخلية خاصة بفريق هذا المشروع وأيضا سهولة الإنشاء واستخدام عدم الحاجة المختصين في التقنية في المواقع الخاصة تحدثنا يجب أن يكون ملم في التقنية هنا أو في البرمجة والأمور الكثيرة هنا الموقع العام مجهز لك هذه الأمور فقط ما عليك هو سواء استعجار هذه المساحة ومن ثم عرض إذا هناك بعض التعديلات البسيطة على التصاميم سيقوم الموقع بتعديلها ومن ثم تعرض في متجاتك تطوير المستمر بمعنى أن هناك سيكون منافسون لك في هذا المشروع ستستفيد من طرق عرضهم لمتجاتهم هذا أيضا سيساعدك أيضا في استقطاب عملاء جدد انخفاض التكلفة لست بحاجة إلى برامج حماية وأمان لأن الموقع مؤمن من قبل هذه الشركة أو هذا الموقع العام وما عليك سوى هو وضع منتجاتك تحدثنا أيضا في الدروس السابقة عن الرؤية المملكة 2030 ودورها في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وتحدثنا عن منشآت وهي الهيئة العامة لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة طبعا المتطلبات هو أن تسجل في هذه المواقع وتأخذ عضوية فيها تخصص طريقة لسداد المدفوعات إذا تمت عملية الشراء كيف للعميل أن يدفع أيضا تجهز قاعدة بينات وترفعها إلى هذه المنصة ومن ثم أيضا تضيف العملاء الجدد أيضا تؤمن مستودع لحفاظ على منتجاتك أيضا تخطط مع وسائل النقل كيف توصل هذه البضاعة إلى العملاء أيضا اختيار طريقة لعرض منتجات وموصفاتها كيف ستعرض منتجاتك أيضا هناك عملية الإدارة تحدثنا أن صاحب مشروع يجب أن يستفيد من هذه المواقع أولا برفع قاعدة العملاء السابقين وأيضا بضائعه وأنواعها وبياناتها على هذه المنصة وأيضا يسوق منتجاته بين العملاء الحاليين نقصد بهم السابقين قبل أن ينطلق في هذا الموقع وأيضا المدرجين في قاعدة بيانات الموقع العام تصميم الصفقات كيف تتم الصفقات يجب عليها أن يصمم ما هي الطرق أو ما هي الخطوات حتى إنهاء الصفقة آلية رسوم أو التوصيل كيف تتم أيضا متابعة المخزون كل ذلك من مهام صاحب المشروع اليوم سنتحدث بإذن الله عن مشروعات عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي لا يخفى عليكم دور شبكات التواصل الاجتماعي وأنها أصبحت هي الوسيلة الأكثر تأثيرا أو أكثر فاعلية في التواصل بين الناس وبذلك من الممكن أن يستفاد منها أو قد استفاد الكثير منها في عملية التجارة أو التجارة الإلكترونية وهي من أسهل وأيسر الطرق وأيضا تساهم في نقلة نوعية للمشروع الصغير حينما نشاهد أيضا تلك المشروعات الكبيرة أيضا تستخدم هذه المنصات للتواصل مع عملائها أيضا المشروع الصغير قد يجد هذه المنصات وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة أيضا مناسبة بشكل كبير لنشر مشروعك والحصول على عملاء جدد والتوسع في المبيعات أولا ماذا نقصد بشكل علمي مفهوم مشروع الصغير عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي هي قدرة المشروع أو مشروعات صغيرة على استثمار مواقع التواصل مواقع التواصل موجودة لكن كيف يستثمره هذا المشروع الصغير في تأسيس وعرض المنتجات وتسويقها وتعزيز التواصل بعملاء تلك المواقع إذن لدينا وسائل التواصل كيف لي كصاحب مشروع صغير أن أستثمر هذه المواقع بما يعود عليه في عرض منتجاتي وتسويقها بشريحة أكبر والحصول على عملاء أكبر طبعا لها مزايا أولا تغطية جميع التكاليف تحدثنا في المواقع العامة والخاصة أنها تخفض من عملية التكاليف أيضا وسائل التواصل فستكون التكلفة أيضا منخفضة بشكل أكبر بمعنى أن ليس مطلوب من العميل دفع بعض المواقع تسمح باتجارة بشكل نعام وبعض منصات التواصل يكون هناك اشتراك رمزي في عملية البيع لكن بشكل نعام التكاليف فيها منخفضة بشكل كبير أيضا التواصل الفعال تحدثنا أن البشر الآن أو الناس يتواصلون فيما بينهم بمواقع التواصل بشتى أنواعها لذلك الوصول إلى مكانهم أو وصول إلى ما يفضله الناس هذا يجعلك تتواصل بشكل فعال معهم أيضا بإمكانك نشر ثقافة منتجاتك نشر التوعية بمنتجاتك نشر مزايا منتجاتك من خلال فيديوهات صور في هذه المواقع أيضا محافظة على الميزة التنافسية ستكون قادرة على الوصول إلى عملائك وإقناعهم بأن مميزات منتجاتك ومواصفاتها من خلال كما نشاهد ومن خلال المشاركة في الأوسمة الموجودة الهاشتاغات كما يطلق عليها أيضا تحقيق الانتشار والتوسع يساعدك أيضا كما تحدثنا الوصول إلى بيئة كبيرة أو عملاء بشكل كبير هناك أيضا محاذير للصفقات الشرائية الإلكترونية عبر شبكات تواصل الاجتماعي ما هي تلك المحاذير؟ طبعا الآن بالنسبة لما نطرقنا على التجارة الإلكترونية والتوسع الاجتماعي كما تحدثنا في السابق لدينا منصة تعتبر أطلقتها وزارة التجارة وهي منصة معروف سنتطرق بإذن الله في الدرس القادم لتفصيلها وما دورها في عمل التجارة الإلكترونية لكن هذه المنصة قد خفضت من عملية السلبيات التي تواجه العمل الإلكتروني وأنشئت هذه المنصة حفاظا لحق المستهلك والمتاجر سنتحدث بإذن الله في الدرس القادم بإذن الله عنها دعونا نأخذ المحاذير ما الذي يجب أن تحذر منه في الصفقات الشرائية الإلكترونية عبر شبكات تواصل؟ فكر في ذلك أو إذا كان لك تجربة قد تكون مستوعب بعض الأمور أولا هو عمليات النصب والاحتيال في شبكات التواصل قد نجد كثير من الناس لا يستطيع مثلا أو لا يستطيع الوثوق أو تصديق تلك المواقع بسبب تجربة سابقة مرة بها لكن بشكل العام هناك عمليات قد تكون وهمية في هذه المشتريات أو في هذه الوسائل التواصل بحيث أنها متاحة لجميع الناس لذلك قد نجد ضعفاء النفوس يستغلون هذه الأمور لذلك يجب عليك التأكد من أن هذا الموقع موقع حقيقي وأن هذا المسجر مسجر حقيقي وكما تحدثنا هذا من أهم الأمور وشبكة معروف أو مبادرة معروف التي أطلقتها وزارة التجارة مشكورة وهي من ساعدت الآن ومن تساعد في عمليات حفاظ الحقوق سواء المشتري أو مستهلك أو البائع متطلب وهذا كان لا أخفى عليكم تطلب خادم لتثبيت البرنامج عليه وهو الآن منتشر أيضا بإمكانك تثبيته على أجهزة الذكية والاستفادة من هذا الموقع الشهير اختيار البرنامج طبعا لدينا عدة برامج كثيرة دون ذكر إسماء بإمكانك استغلال أي منها في عملية البيع تضمين اسم المشروع الصغير بالموقع يجب عليك أن تسمي هذا المشروع باسم معين واضح للجميع أيضا عدم بالنسبة للأسماء يجب عليك كما تعلم أن حفاظ على حقوق الشركات الأخرى بعدم استغلال أسماء شركات أخرى وإلا ستكون عرضة لإغلاق مواقعك أو شكاوى من قبل تلك الشركات يجب عليك أن تجد الإسم المناسب لمشروعك الذي لا يدخل في أسماء شركات أو لا يكون منسوخ من شركات أخرى أيضا كذلك الشعار هناك حماية لحقوق الفكرية يجب عليك أيضا أن تضع شعار يتناسب مع نشاطك الصغير بحسب إمكانيات الموقع الموقع يتيح لك بعض الإمكانات لوضع شعارات معينة لمشروعك يجب عليك أن تضع شعار واضح للجميع بحيث سيكون بإذن الله هذا الشعار حينما يشاهده المستهلك بعد فترة من الشعار يتعرف أو من خلال رسمة يتعرف على نشاطك بشكل سريع ويكون علامة واضحة ويكون حقوق بالنسبة لك اتباع التعليمات والشروط بكل موقع كل موقع من هذه المواقع وسائل التواصل لديها شروط في عملية البيع والشراء بعضها لا يسمح بعمليات البيع والشراء في مبالغ معينة وبعضها يجب عليك أن يكون هناك اشتراك رمزي في هذه المواقع وبعضها مفتوح لك الحرية في عمليات البيع إذن يجب عليك اتباع التعليمات لكي لا يغلق الحساب أيضا بعدما تكون عملاء في النهاية قد تخسر كل هؤلاء العملاء في سبب مخالفة الأنظمة والقواني لذلك يجب عليك الحرص في اتباع التعليمات بشكل صحي سواء التعليمات من هذه المواقع أو التعليمات في الحكومية فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية كما تحدثنا في الدروس السابقة أن هناك نظام التجارة الإلكترونية أطلقته وزارة التجارة وأيضا وضع الدليل للمستهلك والبائع أو التاجر كيف يستخدم تلك المواقع بما لا يخالف الأنظمة ويساعده على الاستمراري أيضا اختيار المحتوى المناسب لعرض المشروع من رؤية ورسالة وبما أن الموقع أيضا يسمح لك في الكتابة أيضا من الأفضل أن تكتب رؤيتك ورسالتك وأهدافك وقيم مشروعك لكي تكون واضحة وهذه من أسالي المشاريع المؤسسية المحترفة أن تضع رؤية ورسالة وأهداف بحيث حينما يأتي عميل إلى هذه الشركة يجد تلك الرؤية والرسالة ويعرف ما الذي تريده هذا المشروع الإدارة أيضا تحتاج إدارة كما هي المواقع العامة ومواقع الخاصة وهي كما هي المواقع الواقعية تحتاج هناك من يدير هذا المشروع والإدارة أولا لا بد أن تتصف بالمصداقية في صناعة المحتوى الجيد والفريد من نوعه وتحديثه باستمرار في المواقع كما تعلمون في المواقع وسائل التواصل في كثير من المواقع وسبب عزوف كثير من الناس عن التجارة فيها هي المصداقية والمصداقية هنا لا بد أن تكون بشكل كبير ويجب أن يكون العمل يتبع المصداقية وأيضا المحتوى لا بد أن لا يكون مخترق أو مقتبس من شركات أخرى أو في حقوق لذلك يجب عليك أن تكون تعرض هذا المحتوى وفريد وهذا المحتوى هو محتوى خاص بك وليس بشركات أو أفراد آخرين لتجنب إغلاق الحساب الشفافية يجب عليك أن تقدم إحصائيات وتحليلات صحيحة وليست غير دقيقة وذلك لتكوين صورة حسنة لدى العملاء فالعملاء حينما تكون غير شفاف قد يجد هذه ثغرة عليك وأيضا قد تخسر عملائك بسبب عدم الشفافية معهم أيضا إقامة حملات منظمة وناجحة للتعريف في المشروع كما تعلمون في هذه المواقع يوجد أوسمة أو ما يطلق عليه بهاشتاقات قد تشارك فيها بعرض منتجاتك بما لا يخل في عمليات حقوق الآخرين وتحتاج وسائل التفاعل في هذه الأوسمة بشكل متكرر لكي تحصل على متابعين جدد أو عملاء جدد عملاء جدد بمعنى كل ما شاركت بشكل كبير كل ما حصلت على عملاء بشكل أكبر وبإمكانك أن تسوق عليهم منتجاتك تقديم منتجات بشكل يحمل نوع من ابتكار الهدف هو الوصول إلى العملاء هذا هدف حينما استخدمنا وسائل التواصل هو هدفنا وصول إلى العمل هنا تحق الهدف أيضا يجب على صاحب مشروع أن يحمل هدف آخر وهو الابتكار أن توصلت إلى العملاء في أماكنهم من خلال وسائل التواصل أيضا يجب عليك أن تبتكر طرقا لعرض المنتجات ونشاهد الكثير من المشاريع والأمثلة الناجحة في المشروعات الصغيرة وكيف أثرت على المجتمع وأصبحت شركات صغيرة وانتقلت إلى متوسطة وبعضها أصبحت محدودة وبعضها أصبحت كبيرة بسبب الابتكار والفرادة في عرض المعلومات وعرض المنتجات وبإمكان صاحب مشروع أن يجد الطريقة المبتكرة والإبداع هو كما تعلمون هو الاتيان بشيء جديد لماذا؟ لتجذب عملاء شيء لم يسبق عليه أي أحد من المشاريع أو فكرة تقوم بتطويرها ومن ثم ستحصل على عملاء جدد بإذن الله تحقيق مردود ونتائج جابية مشروع والحفاظ على سمعته أيضا من المزايا أنك ستحقق مردود ونتائج إيجابية إذا كان لك تفاعل إيجابي كما تحدثنا وأيضا يجب عليك أن تحافظ على سمعة هذا الموقع بحيث لا تدخل الأمور الشخصية في هذا الموقع ويجب أن يكون هذا الموقع خاصا بالعمل أو المشروع الصغير إذن هذه المزايا بشكل سريع طبعا يقول لك في الإثراءات أحيانا تحتاج ذات المشروع الصغيرة عن طريق شبكات إلى فريق قد يكون الضغط كبير على هذا الموقع حتى ولو كان حساب بسيط لكن لذلك من أهم أو من أسباب فشل المشاريع هو عدم الرد على العملاء وعدم التفرغ للرد عليهم لذلك يجب أن يكون هناك تفاعل سريع في عملية التواصل مع العملاء ومما يميز وسائل التواصل هو سرعة التفاعل إذا كان صاحب مشروع لا يتفاعل مع تساؤلات العملاء ولا يعرض لديهم ما الذي يقلق أو يجيب على ما الذي يقلقهم إذن سينسحب العملاء ويجدون هذا الحساب غير متفاعل ومن ثم ستخسر عملائك لذلك قد يجب أن يكون هناك شخص مفرغ أو عدة أشخاص يتناوبون فيما بينهم وأيضا قد يحتاج العمل إلى أكبر من ذلك لكن يعتمد على المشروع وعلى مدى توسعه وهذا رغبة صاحب مشروع هنا مبادرة معروف سنتحدث بإذن الله في الدرس القادم عن معروف ومن الذي يميزها ومن الذي تسعى إلى تحقيقه دعونا نستذكر سريعا ما تطرقنا له في درسنا لهذا اليوم تحدثنا عن وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في عمليات التجارة وأن الآن البشر أو الناس أصبحت وسائل التواصل تشكل جزء من حياتهم اليومية وحينما تقوم ببيع منتجاتك من خلال هذه المنصة حتما ستحقق عملاء أكثر وأرباح كثيرة لكن هناك شروط يجب عليك أن تراعيها ومعايير يجب أن تحققها أولا هذه المنصات تساعدك أيضا كما تحدثنا في تخفيض التكلفة أو في خفض التكلفة بشكل كبير تساعدك على التواصل لا بد أن يكون هناك فريق دعم فني للتواصل مع العملة بشكل مستمر على مدار اليوم على مدار أيام الأسبوع بمعنى أن العملة حينما لا تتفاعل معهم قد تخسرهم بسبب عدم تفاعلك أيضا بإمكانك من خلال منصة زيادة الوعي من خلال نشر المقاطع الصحيحة من خلال التعليمات الصحيحة الحصائيات الدقيقة عن منتجاتك أيضا يساعدك في الحفاظ على إبراز مميزاتك عن الآخرين وهذا يساعدك في الحفاظ على السمعة والميزة التنافسية أيضا تحقق الانتشار كما تحدثنا من خلال المشاركة في الأوسمة من خلال النشاطات الموجودة في التفاعلات مع المبادرات في وسائل التواصل كل ذلك يساهم في عملية زيادة متابعينك أيضا إذا كنت تريد أن تنطلق في هذه الحسابات يجب عليك أن تحمل هذا التطبيق أو تنزله أو توفر خادم أيضا اختيار البرنامج المناسب لدينا عدة برامج مناسبة يجب أن تقرر من الذي يتناسب كما تعلمون هناك تطبيقات تتناسب مع بيئة الأكبر السعودية والناس في المملكة مثلا يتفاعلون مع بعض التطبيقات دون أخرى ويجب عليك اقتناء التطبيق الصحيح لكي يكون وصولك إلى الناس سريع أيضا يجب أن يكون لديك اسم في هذا الموقع يجب أن يكون لديك شعار أو ما يسمى بلوغو محدد يجب عليك أن تضعه وأن تحدد بحسب إمكانيات الموقع بحسب شروط الموقع اتباع التعليمات لكي لا يغلق حسابك وأيضا حفاظ على حقوق الآخرين بحيث عدم التعدي على حقوقهم لكي لا يغلق أيضا حسابك يجب عليك أن تضع رؤية ورسالة وأهداف وقيم أيضا حتى المشروعات الإلكترونية يجب أن تكون بهذا الشكل ليس فقط المشروعات الحقيقة على أرض الواقع أيضا مشروعات الإلكترونية يجب أن يكون لك رؤية ورسالة وأهداف وقيم الإدارة كما هو معلوم كل عمل يحتاج إلى إدارة صحيحة فعالة الإدارة يجب أن تتصف بالمصداقية يجب أن تكون فيها شفافية عالية يجب أن تقيم حملات منظمة لعمليات الترويج منتجاتك وكما تحدثنا في عمليات المشاركة في الهاشتاغات أيضا يجب عليك حينما يكون هناك بادرة اجتماعية أو بادرة في المجتمع حينما تشارك في هذه البادرة وتعرض منتجاتك قد يساهم في زيادة مبيعاتك أيضا تقديم منتجات بشكل يحمل نوع ابتكار لكي تجذب عملاء جدد لكي تكون محل تقدير لهم أيضا من هذه المزايا تحقيق مردود ونتاج إيجابية إذا حافظت على سمعتك طبعا الوسائل التواصل تساعدك في الوصول لعملائك وإذا كان هناك شائعات أو أغراض أو بشر أو منافسين مغرضين بك قد تكون وسائل التواصل هي أفضل وسيلة للرد على هذه الشائعات على الفهم على كل ذلك بما يساعدك على حفاظ على السمعة وكل ما تهدف إليه المشروعات في بدايتها هو الحفاظ على السمعة وتقديم الخدمات بشكل احترافي لكي يساعدها في الانتقال إلى المشروعات الكبيرة في الدرس القادم بإذن الله سنتطرق إلى مبادرة معروف ونفصل فيها بإذن الله بهذا نكون أنهينا درسنا لهذا اليوم نتطلع أن نلقاكم في الدرس المقبل